السلام عليكم ورحمة الله بالصف السابع هذه مراجعة للباقة الثالثة رياضيات فصل الدراسي الثاني تابع معي هذه المراجعة وسوف أترك لكم رابط هذه الورقة في التعليقات حتى تستطيع متابعة الحل والحل بنفسك النوع الأول من الأسئلة طبعا يوجد تكرار هنا في نفس الأفكار للتدريب ليس أكثر فمن كل فكرة كده يلا ناخد مسألة أو اثنين مثلا السؤال الثاني هنا أوجد قيمة المقدار عندما أم تساوي خمسة نعوض عن قيمة أم بخمسة ناقص أربعة السؤال ده بنحسب قيمة المقدار الجابري ده اسمه مقدار جابري اثنين أم نقص أربعة لما أم تكون خمسة الأم مجهولة لما أعطي القيمة لها أقدر القيمة العددية للمقدار عشان أم نقص أربعة يساوي ستة شفوا أدي السهولة تعالوا نشوف لما المقدار يكون فيه مثلا متغيرين ما قيمة ثلاثة اكس زائد خمسة عندما اكس ساوي اثنين وي ساوي اربعة يلا نعوض ثلاثة ضرب كلنا عارفين ثلاثة اكس يعني ثلاثة ضرب اكس خلي بالك حاجة سهلة جدا اكس قيمتها اثنين زائد خمسة ضرب وي والوي هنا اربعة ونحلو تغيّل ستة زائد عشرين ساوي ستة عشرين هسيب لك طبعا المسألة المشابهة وانت تحلها بنفسك السؤال الثاني هنا او النوع الثاني هو بسط المقدار طبعا في التبسيط يا جماعة احنا بنجمع الحدود المتشابهة حدود المتشابهة هي الحدود التي تحتوي على نفس المتغير بنفس القص بتاعه يعني سالب خمسة ام ناقص اثنين ام دي احضين متشابهين هنحطوهم بخاصية التجميع مع بعض وثلاثة بي ناقص اربعة بي برضو هنحطوهم باستخدام خاصية التجميع مع بعض فعندك سالب سبعة ام وعندك ثري بي مينس فور بي نيجاتيف بي لما الإجابة تكون سالب لأي حدين فاكتب على طول مينس بي باصة المقدار ممكن نحل على طول لو حبيت اللي يقدر يحل على طول تلاتة واي ناقص سبعة واي سالب أربعة واي وواحد وعشرين زائد تسعة ساوي تلاتين ولما نقول تلاتين معناها زائد تلاتين طبعا أوجد مفكوك المقدار بنضرب طبعا ده اسمه توزيع الضرب على الجامع أو الطارح مش مشكلة يعني إيه أستاذ يعني بنضرب الخامسة في الأربعة واي زائد لبالك دايما زائد الخامسة في السالب واحد خليبالك هذا ليس واحد هذا سالب واحد لذلك الطالب الشاطر في الجبر يقرأ الحد بالإشارة اللي قابله على طول فالإجابة زيما أنت شايف عشرين واي ناقص خمسة شكرا هذا هو وممكن نضرب مباشرة يعني إيه أستاذ نضرب يعني نضرب يعني من غير ما نوضح الخطوات ممكن نقول كده سالب تلاتة ضرب ستة سالب تمنتاشر إيه سالب في موجب سالب تلاتة فاربعة اتناشر بيه سالب تلاتة ضرب سالب اتنين موجب ستة خلي بالك أنت بتضرب عدد سالب في عدد سالب الناتج موجب هذا هو الحل تحليل المقدار عملية عكسية لفك الأقواس يعني أنا فكيت القدس هنا طلع هذا المقدار لا إحنا نحل إننا أخد العام المشترك دايما نفكر في أول عدد ده ناخده عام المشترك برا لما ناخده عام المشترك يا جماعة يعني بناخد كل أنت مخدتوش طبعا القسمة لكن ممكن نعملها هنا طريقة سالة بعد ما نقول الخمسة لأن طبعا الخمسة والخمستاشر اللي اتنين دول يقبلوا القسمة على خمسة لذلك بناخد خمسة عام المشترك طيب بدل خط خمسة عام المشترك بتقدر تقسم عليها خمسة تقسيم خمسة يساوي ناقص خمستاشر على خمسة يساوي ثلاثة أسلوب تاني للحل يا جماعة إننا ألاحظ المعاملات خمسة وعشر وعشرين يعني أنا مدعاكة خلاص دول نواتج في جدول خمسة بتروح تقسم على خمسة كل حد ونضرب بره في خمسة ونضرب بره في خمسة يعني الخمسة اللي بره هي يلا نقسم اسمات اللجوة خمسة عام تقسيم خمسة يساوي ن مينس تين ن ديفايد باي فايف تس 2 ن أن بلاس تونتي ديفايد باي فايف تس 4 أنا كده حللت حللت يعني إيه أستاذ يعني أخرجت العامل المشترك الأكبر أو أي عامل المشترك الحقيقة ممكن تضلعوا في الصف السابع اللي انت فيه هتعرف أكتر السنة الجاية واللي بعدها فتح أسامة حساب يومي أولي ب600 ريال أخذ يوضع مئة ريال كل شهر ركز باع لكلمة كل شهر ده لأن ده المتغير كل شهر يعني بعد شهرين بعد ثلاث شهور بعد أربعة شهور الرقب ده تغير لكن 600 دي حصلت مرة واحدة إذن رصيد أسامة بعد شهر كي شهرا هم 600 ريال اللي حطوهم في أول شهر زائد المئة ريال اللي بيحطها كل شهر شهر يا جماعة كتبنا عدد الأشهر كي فأصبح هو بيحط مئة كي ريال بعد كي شهر طبعا يعني ادخال بعد عشر شهور هيبقى الكي دي عشرة عشرة في مئة بألف وهكذا والمهم ده المقدار الجابري الذي يعبر عن رصيد أسامة بعد كي شهر رقب 20 مثلا فتح سالم حساب بإيداع أولي 500 ثم أخذ يدعي يدعي يعني 25 يعني زائد لو قال لي يسحب 25 كل شهر هنقول ناقص 25 نشيل كلمة كل شهر ونكتب عدد الأشهر يلا اكتب المقدار المكافئ لما يكون عندي أقواس نفك الأقواس يلا نضرب مع بعض ثلاثة في اتنين م ستة م زائد ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين قدي ايه السهولة قدي ايه الجمال اكتب مقدار المكافئ دلوقتي اتنين وي زائد نصف وي أعدر أجمعها مع بعض اتنين ونصف وي زي ما تشايف هو ده المقدار المكافئ هنا أنك تبسط تجمع الان مع بعض والأرقام مع بعض أو جل ناتج الجمع نجمع الحدود المشابهة مع بعض شوف قدي ايه سهل ثمانية ان زائد ثلاثة سهل جدا تحس ان احنا رجعنا أقول ابتدائي مرة تانية خمسة ان زائد ثلاثة ان ثمانية ان وعشر زائد سالب سبعة طبعا ستة زائد ثمانية اربعة عشر واي زائد تلات عشر زائد سبعة يساوي عشرين شوف قدي ايه سهل الطرح يا جماعة في الطرح من فضلكم يفضل ان انت تفكي القوس يفضل عشان فيتوا الله مشكلة عندهم الطرح لما انفكي القوس قبله علامة الطرح علامة الطرح يديد كالناس اللي بواحد بتتوزع داخل القوس يعني بتبقى زائد ثلاثة ام زائد سبعة مجرد مفاكدة الأقواس اشتغل بقى كتبسيط مقادير جابريل يلا نجمع الحدود المتشابهة سبعة ام زائد ثلاثة ام عشر ام اهو خلي بالك ركز احنا بنجمع الحاجات المتشابهة ناشر زائد سبعة ساعت عشر شوف قدي ايه سهلة في طرح الحقيقة رأسي في طرق تاني للطرح زي مثلا اربعة عشر ام زائد اتنين اكتبها في الاول ناقص حطناها برا واكتب خمسة ام ناقص عشر شوف اين اللي بيحصل وحبيت تحلها رأسيا شوف انا هقراها ازاي اتنين ناقص سالب عشر اهو اتنين ناقص سالب عشر كل الشطار عارفيني ان دي تساوي اتنين زائد عشر يعني اتناشر او تحلها بطريقة الاولى طلع نفسي الحال اكتب معادلة تعبر على الموقف اربعة امثال عدد يعني اربعة اكس اربعة امثال عدد ما يعني اربعة اكس اممكن اكس يجري تقولها بي اكس اي حاجة بالاضافة يعني زائد خمسة يساوي واحد وعشرين ودي مثلا ثلاثة امثال عدد ما ثري واي ما مطروح منه خمسة ماينس فايف ايكول تولف وحاجات سهلة جميلة انتو كمله بقى البي حل المعادلة بنحل المعادلة بالعملية العكسية ناقص عشر على الطرفين دايما اه نتخلص من العدد اللي على الشمال فخمسة ام عندك ممكن نعمل شرطة كده خمسة ام يساوي خمسة عشرين ناقص عشر يساوي خمسة عشر وبالقسم على خمسة الطرفين شوف اديه الامور سهلة فالام يساوي تلات جميلة جميلة يبقى كل ده زي بعض كل ده زي بعض المعادلات اللي فيها اقوات يا جماعة ممكن نفك القوص او ما نفكش تخيل الاتنين صح يعني يلا نفك القوص هنا اتنين في تلاتة ستة ام زائد اتنين في خمسة بعشرة يساوي اربعين ونحل زي ما حلينا دلوقتي وطرح عشرة من الطرفين دايما بنحل بالعملية العكسية ستة ام يساوي تلاتين وبالقسم على ستة دائما نقسم على معامل ام او اكس يا جماعة عشان اه لكان نحصل على ام المجهول عندي تلاتين على ستة ساوي خمسة هذا هو الحل طيب ينفع يا اساز ممكن نقسم المعادلة على بعض من الاول نتخلص من الاربع دي خالص هيكون عندك تو كي ماينس ون ايقولز توينتي دفاد باي فور فايف شوف قدي هي سهلة فتو كي الان بجمع واحد على الطرفين ينتج اتنين كي ساوي ستة وبالقسم على اتنين ينتج كي ساوي ثلاتة نفس النتيجة هتحصل عليها لما توزع الاربع داخل القوص الحسن الحظ حل المتقسة متبينات نفس طريقة المعدلات يعني بالعملية العكسية بنجمع ثلاثة على الطرفين لكن المتبينات الحقيقة حلها بيكون مجموعة من الاعداد ليس عددا واحدة اتنين زي ثلاثة خمسة ايه معنى ام اكبر من خمسة معنى كل الاعداد الحققية اللي هي ايه اكبر من خمسة فبنروح نعمل دايرة مفرغة عند الخمسة دايرة المفرغة دي معنى الخمسة ليست حل معنى ما هو اكبر منها هو الحل هذا هو التمثيل على خط الاعداد نفس الشيء هنا ناقص ثلاثة على الطرفين لان اكبر من او يساوي اربعة نروح على الاربعة المرة نعملها دائرة مغلقة غلق الدائرة هنا يعني شيئا واحدا ان الاربعة تقع ضمن حلول المتبينة او داخل مجموعة الحل منما في السؤال السابق الخمسة ليست حلا من حلوله المتبينة حل المتبينة بالقسمة اربعة ايه اصغر من عشرين بنقسم الطرفين على اربعة ينتج ايه اصغر من خمسة شوف ادي ايه جمال ادي ايه سهولة تعمل خمسة دايرة مفتوحة ايه اصغر من خمسة معناها كل الاعداد اللي هي اصغر من خمسة حل المتبينات بهذا الشكل ناقص ستة على الطرفين شوف ادي ايه سهولة يبقى ثلاثة ان اصغر من ثلاثة وبخسمة الطرفين على ثلاثة ينتج ان اصغر من واحد. اه دي واحد على الشمال. شوفوا ادي ايه الجمال? كميل انتو اللي بقي نفس الشيء. كل ده زي بعضه. حلو يلا. كل ده نفس الشيء. اه برضو المتبينة اللي فيها اه معامل. ممكن اوزع المعامل جوه. اهو. او اقسم عليه. على طول. يلا نوزعه. عشر ان. اه زائد اتنين ستة بتناشر اكبر من اتنين واربعين. وبطرح اتناشر من الطرفين ينتج عشرة ان اكبر من اه اه تلاتين. وبالخسمة على عشرة كل طرف ينتج ان اكبر من تلاتة. نروح على التلاتة دايرة مفتوحة ونظل المنطقة اللي اكبر من التلاتة معناها ان كل الاعداد دي حل المتبينة. قال سالم ان حل المتبينة اتش نقص ثلاثة اكبر من اتنين هو خط الاعداد. تعالوا نحل المتبينة مع بعض. هنجمع تلاتة على الترفين. اذا اتش اكبر من خمسة. هنا اتش اكبر من خمسة جميع الاعداد الحقيقية التي اكبر من خمسة زي ما انت شايت. لكن واضح ان حل سالم هنا خطأ. لانه حل سالم يتضمن اكس اصغر من خمسة. اذا الحل الصحيح ان احنا نقول اكس اكبر من خمسة وهذا او اكبر من خمسة. اه في من مدرسة تضم الف طالب تم اختيار تمانين طالب مشاركة في مسحة او الاختيار لون الديهان المفضل لديهم لصابق جدران المقصف. كذا الموقف تتكون العينة من. العينة دائما يا جماعة هي جزء من المجتمع. الجزء هنا هو التمانين. والمجتمع هو الالف طالب اللي احنا اخترنا منهم العينة. حاجات سهلة جدا. انها دي يدوم ستين لعبا. تم اختيار عشر لعبين. اكيد العينة هي العشرة. والستين لعبا هو مجتمع الدراسة بتاعي. اوكي. اه هذا السؤال يا ابنائي يوضح الجدوى للتالي نتائج مسح اجرية لاختيار الحصة الاكثر تفضيلا في صف يوما ما. او في يوم ما. فالحقيقة هنا ما حجم العينة الممثلة للطلاب. حجم العينة هنا هي جميع الطلاب اللي انا سألناه مخدمينهم البيانات. اللي هي عشرين زائد تمانية زائد سبعة. خمسة وثلاثين طالب. اجمع خالة بيانات حول وقت النوم المفضل لطلاب صفي. اين تتجمع البيانات? تتجمع التمانية والعشر. تتجمع البيانات حول الاعداد او ممكن نكتب الاعداد تمانية وتسعة وعشرة هي دي تجمعات البيانات. هي دي. قبل كده مش موجودة البيانات وبعد كده مش موجودة. آآ آآ القى سعد حجر مراقب من واحد الاي ستة محتمال زهور عدد زوجي. كلنا عارفين آآ حجر النارد او دايس عليها ارقام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. آآ اعد الاعداد الزوجية هتلاقيهم بس ثلاثة اعداد اتنين اربعة ستة ازا احتمال العدد الزوجي او هو ثلاثة على ستة. يعني نص. طبعا. زور العدد الفردي آآ نص الطين طبعا. وهكزا. زور عدد اكبر من ستة ده آآ صف. يعني صف. احتمال زور العدد اكبر من ستة مفيش. لان صفر على ستة يساوي صف. اه احتمال زور عدد تلاتة. العدد تلاتة زي وزي العدد واحد اتنين تلاتة احتمال كل واحد. واحد على ستة. دي كانت مراجعة سريعة يا جماعة. حللنا من كل نوع من الاسئلة سؤال او اتنين. انا اتعمد تسيب لكم باقي الاسئلة علشان آآ تحلوها بانفوسكم تتدربوا عليها. يعطيكم الفعال فيها. شكرا جزيلا واراكم على خير. مع السلام.